اشتركوا في القناة فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صدق الله العلي العظيم كل مجتمع يحتاج إلى النقد كل فكرة ما سوى القرآن وكلام أهل بيت العصمة قابلة للنقد كل كلام نسمعه على المنابر نقرأه في الكتب نتلقاه من التلفاز قابل للنقد وكل مجتمع لا ينقد أفكاره لن يتطور ولن يتكامل كل مجتمع لا يحرك عقله لا يستثمر طاقة التفكير لديه لن يتغير لا يمكن أن نحجر على الناس ونقول لا تتأملوا لا تنقدوا لا تفكروا هذا قتل لعقول الناس وتخدير لفكر الناس هذا غير ممكن باب النقد مفتوح انقد ما تسمع سجل ملاحظاتك على ما تقرأ المجتمع الذي لا ينقد ليس مجتمعا متطورا ليس مجتمعا واعيا مجتمع مخدر مغفل الإنسان الذي لا ينقد ما يسمع لن يستطيع أن يفهم ما يسمع حتى تفهم ما تسمع عليك أن تنقد وتتأمل وتفكر لأجل ذلك نحن نحتاج إلى النقد لكن النقد الهادف وليس النقد الهادم فرق بين الهادم والهادف بالفاء والميم النقد الهادف يعني ثلاثة عناصر العنصر الأول أن تنقد بثقافة أنت تريد أن تنقد فكرة فيزيائية ليكن لك ثقافة في الفيزياء أنت تريد أن تنقد فكرة في الشعر والأدب ليكن لك ثقافة أدبية أنت تريد أن تنقد فكرة دينية من عالم من خطيب لتكن لك ثقافة دينية النقد بدون علم ثرثرة نحن نريد نقدا وليس ثرثرة نريد نقدا هادفا وليس نقدا هادما نقدا مطورا لا نقدا محبطا لذلك قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم العنصر الثاني الاستقامة أنا عندما أريد أن أنقض موقف عملي لإنشان لشخصية معروفة لزوجتي لأولادي لأي شخص لعادات اجتماعية موجودة إذا أردت أن أنقض موقفا عملي فعلي أن أكون مستقيما قبل أن أنتقد الموقف العملي لأن النقد بدون استقامة لغو لا تأثير له لذلك قال تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين والعنصر الثالث أن يكون النقد لهدف ليس النقد مرضا كثير مننا يمارس النقد لأنه يحب النقد هو جالس على فيسبوك جالس على وسائل التواصل ينقد كل ما يسمع هذا مرض وليس ناقد نحن نريد حالة صحية لا حالة مرضية إذا تحول النقد إلى مرض كان ضرره أكثر من نفعه النقد الذي يعتبر غاية يحطم المواهم يقتل الإبداعات يقتل التجديد إذا نقدنا كل شيء لأجل أننا نريد أن ننقد تتحطم المواهم تنغلق العبقريات تنقتل الإبداعات حتى نحافظ على الإبداع والتجديد والتغيير ننقد نقدا بهدف نقدا بناء قال تبارك وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا حتى نصل إلى الأحسن ننقد فالنقد وسيلة وليس غاية فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نحن ننقد لكي نصل إلى اتباع الأحسن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة